الملك حمد بن عيسى الخليفة بمقار المنظمة في باريس في نسختها الرابعة عشرة للعام 2022 قام سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم بتسليم الجوائز للدول الفائزة بجائزة اليونيسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم بحضور سعادة السيدة ستيفاني جيانيني المدير العام المساعد لقطاع التعليم بمنظمة اليونيسكو وعدد من كبار المسؤولين بالمنظمة ومسؤولي وزارات التربية والتعليم من مختلف دول العالم أود أن أنقل تحياتي وتهاني حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد أهل الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى مسؤولية اليونيسكو ولجنة التحكيم والمسؤولين في جائزة اليونيسكو الملك حمد لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم وكذلك أهنئ الفائزين بالجائزة ثم ألقى سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم كلمة مملكة البحرين نقل فيها تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتهانيهما إلى مسؤولي منظمة اليونيسكو ولجنة تحكيم الجائزة ومسؤوليها والفائزين بها والجمهور كما هنأ سعادة الوزير في كلمته الفائزين بالجائزة الذين تم اختيارهم من بين 95 ترشيحا من 56 دولة من جميع أنحاء العالم وأكد الوزير دعم مملكة البحرين الثابت لبرامج اليونيسكو ودراساتها مشيدا بما تبدله سعادة السيدة أودري أزولاي المدير العام للمنظمة من جهود لتعزيز التراث الثقافي الإنساني ومساعيها لضمان حصول كل طفل على تعليم جيد معلنا عن اعتزاز المملكة بشراكتها المميزة مع المنظمة عبر سنوات طويلة والتي أثمرت عن إطلاق جائزة اليونيسكو الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم وتدشين المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال الذي يتخذ من مملكة البحرين مقرا له هذه جائزة مهمة بدأت منذ 15 عاما وهي رائدة في موضوع اليوم التعلم الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم ونحن نحتفل هذا العام في باريس خلال أسبوع التعلم الرقمي حيث تجمع اليونيسكو آلاف العلماء والخبراء من جميع أنحاء العالم وخمسين وزيرا لمناقشة دور التكنولوجيا في مستقبل التعليم ونحن فخورون جدا بهذا التعاون بين مملكة البحرين واليونيسكو التي أخذت على عاتقها المسؤولية والفكر المستقبلي في مجال التكنولوجيا إن جائزة تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم التي تقدمها اليونيسكو هي مسابقة تجمع أفضل الممارسات في جميع أنحاء العالم حول كيفية الاستفادة من التكنولوجيا كمهرك لتحسين جودة التعليم في بلداننا من المظهر رؤية هذه المشاريع من حول العالم التي تحاول حشد الجهود لتعزيز التكنولوجيا لتحسين التعلم والتدريس تحظى هذه الجائزة بدعم سخي من مملكة البحرين ونحن ممتنون لذلك وهو دعم مستمر لذلك لا يوجد سياق ومبادر أخرى تجلب أفضل الممارسات حول العالم لإظهار كيف يمكن للتكنولوجيا أن تكون دافعا لتحسين جودة التعليم بعدها تم عرض فيلم من إعداد وزارة التربية والتعليم عن التعليم في مملكة البحرين وجائزة اليونيسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم ثم قدم أعضاء فرقة الأوركسترا الطلابية في مملكة البحرين مقطوعات موسيقية محلية وعالمية نحن حريصون جدا على تعزيز التعليم والوعي بالتعلم مدى الحياة ولكن بشكل خاص في الفضاء الرقمي بأكمله لأن العديد من جوانب حياتنا بدءا من سنوات شبابنا مرورا بمنتصف العمر إلى الشيخوخة يهيمن عليها الفضاء الرقمي الآن ويجب على الجميع اكتساب المعرفة الرقمية ليكونوا قادرين على التعامل مع تحديات الحياة والقيام بالمهام اليومية لذلك نستثمر الكثير من الموارد في هذا السبيل ويشرفنا حقا أن نحصل على الجائزة من جلالة الملك أود أن أشكر حكومة مملكة البحرين على تجشين الجائزة لأهميتها في تعزيز رغمانة التعليم هذه المرة حصل مشروع صيني على الجائزة المشروع عبارة عن منصة للتعليم الذكي تشمل جميع موارد التعليم وتعزيز جودتها كما قدمت الدعم للطلب والمعلمين أثناء الجائحة لضمان استمرارية التعليم أنا أتطلع إلى مستقبل الرقمنة في التعليم ثم قام سعادة وزير التربية والتعليم ومساعدة المدير العام لقطاع التعليم بمنظمة اليونسكو بتسليم الجائزة للفائزين بدورتها الرابعة عشرة التي تم تخصيصها للمبادرات المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي للابتكار في التعليم وتدريب والتعلم حيث تسلم الجائزة السيد نيال كولينز وزير التعليم العالي والمستمر والدكتور روز وودز المدير الأول للمنتدى الوطني لتعزيز التعليم والتعلم في هيئة التعليم العالي بجمهورية إيرلندا ومشروع مركز الموارد الوطنية الذي يديره المنتدى فيما تسلم الجائزة أيضا سعادة سيد جيتشين نائب وزير التعليم بجمهورية الصين الشعبية والسيدة ليبينغ المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيا التعليم عن مشروع التعليم الذكي في الصين المقدم من المركز اشتركوا في القناة